دايماً شخصية النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي هو اللي بيحسم هذه المباريات دايماً فأي مباراة؟ هل حضراتكو فاكرين مباراة الأهلي والزمالك في نهاية الكاسة 4-3؟ فاكرين المباراة دي كتصيرها الماتش ده كماشي ازاي؟ الماتش ده أول دقيقة أو أول ربع ساعة دخل في النادي دخل في ناجون في الوقت ده عمر زاكي على ما أتذكر وهدف 1-0 بعد كده عمد متع بتعادل بعد كده جمال حمزة على ما أتذكر جاب جون لنادي الزمالك محمد أبو تينيكا كرة شوقي عملها له بالعرض تلعبت حطها في المرمى 2-2 في الـ D44 أو 45 وبعد كده بيخش فيك جون 3-3-2 وبعد كده أحمد صديق بيعمل لأسامة حسني هدفين 4-3 في المباراة دايماً النادي الأهلي بيحسم هذه اللقاءات بروح النادي الأهلي واللي دايماً بنستنى يعني أي لعب في الدنيا بيستنى مثل هذه المباراة مباراة صعبة ومباراة في نفس الوقت حلوة ومباراة سهلة صعبة وسهلة في نفس الوقت يجب أن يكون هناك تركيز شديد في هذه المباراة يجب أن يكون هناك تركيز شديد أن الجمهور كله ينتظر هذه المباراة ولكن لما تنظر على الجانب الآخر هي مباراة 3 نقط يعني كسبتها خطة 3 نقط كسبت فريق تاني فريق فيوتشر 3 نقط الصاعد حديثاً من الدوري للدرجة التانية فمش عايزين نضع للموضوع المدرب يختار من يختاره هو حر وكلنا في ظهره وكلنا حنقف في ظهره وبعد يوم الجمعة نبتدي من تحسبه أو لو شفنا حاجة غلط معمولة نقولها زي ما بيحصل خلال الفترة السابقة وزي ما جمهور النادي الأهلي دايماً معودنا على أنه هو دايماً في ظهر النادي الأهلي في كل الأمور وفي كل شيء في كل الأمور وفي كل شيء